السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناة التكنولوجيا الالكترونيات النهاردة هنعمل مع بعض ابسط كشاف شحن طوارئ يشحن ويفصل اوتوماتيك لما الكهرباء تقطع وكمان يشحن البطارية اثناء ما يكون الكهرباء شغالة ابسط كشاف ويعتبر ان يشغل على 5 فولت وكمان انه اضاقته قوية جدا وتقدر تعمله في 5 دقايق عندك خبرة هتعمله معندكش خبرة برضو هتعمله الكشاف من كوناته سهلة وبسيطة وتقدر تجيبها من محل الالكترونيات وسعرها خيز جدا مش يكلفك اي حاج بعد ما تشوف الفيديو ده هتحيبقى عندك الخبرة ان انت تقدر تعمل كشاف شحن طوارئ يشحن ويشتغل لما الكهرباء تقطع وهتفاجئ به اسرتك وهتفاجئ به كل اللي حوالي منه كشاف ده مكوناته سهلة وبسيطة ويعتبر اسهل عمله اسهل من سلق بيضاء انا بقول كده لانه هو فعلا سهل جدا مكوناته سهلة جدا عبارة عن شاحن موبايل قديم والرليه خمسة فولت واثنين ديوت موحد ديوت سليكون ولمبات ليد تلاتة فولت وطبعا احنا استخدمنا شريح اللمبات الليد اللي هي بتبقى في شريط الليد اللي بيبقى جوه اللمبة النيون وده بيبقى شريط طويل زي ما انت شايفين كده هو يبقى فيه لمبات واللمبات دي متقسمة وإحنا كنا عملنا فيديو هين عن موضوع دوت ازاي تقدر تستفيد من اللمبات الليد اللي موجودة في لمبات الليد اللي ايه تيو طبعا احنا اطعنا الشريح ديك قطع صغيرة وجمعناها كلها كل شريحة من دول تلاتة فولت جمعناهم كلهم على التوازي وعملنا منهم خط واحد يطلع تلاتة فولت يعمل لمبة كبيرة تلاتة فولت بتدي اضاءة قوية جدا وحنشوفها في الفيديو ده مع بعض وحواليكم برضو ازاي احنا جمعنا الشريحة دي وبطارية تلاتة وسبعة من عشر فولت زي ما انت شايفين كده بطارية ليسيوم ايون تلاتة سبعة من عشر فولت واعدة بطارية للتثبيت البطارية ادي كلها مكونات الجهاز بتاعنا اللي احنا هنعمله النهاردة اللي هو جهاز اه كشاف الطوارئ اللي بيشتغل عند لما الكهرباء تقطع اول حاجة ده ريلي خمسة فولت زي ما انت شايفين كده ده ريلي خمسة فولت طبعا اه ريلي ده خمس اطراف واتنين ديوت سيليكون ديوت اللي هو ان اه اربعة زيرو زيرو سبعة طبعا الديوت دوت اه سهل وموجود في اي دايرة وبطارية ليسيوم ايون تلاتة وسبعة من عشر فولت موجودة متوفرة بكثرة في جميع محلات الالكترونيات وقعدة بطارية دي برضه بتتباع موجودة وده شاحن موبايل زي ما شايفين انا مستخدم شاحن موبايل نوكيا شاحن موبايل عادي خالص قديم عنديتى مش مالوش لازمة وممكن استخدم اي شاحن موبايل عندي زي ما شايفين كده اي شاحن موبايل اي شاحن موبايل مهم ان يكون خمسة فولت اهم حاجة فى شاحن موبايل انه هو يكون خمسة فولت مكتوب عليه خمسة فولت هو ده اللي انا محتاج. عشان Пهنا ه Personal. الدايرة بتاعتي. طبعا انا بستخدم خمسة فولت عشان كده انا بستخدم شاحن خمسة فولت وبطارية ليسيوم تلاتة وسبعة من عشرة فولت. هنبدأ بقى نجمع الدايرة بتاعتنا زي ما تشايفين كده اول حاجة هنعملها هنجيب اللي هو الخمس اطراف دوت اللي هو خمس اطراف وهنبدأ نسبت ه علشان نجمع عليه المكونات. زي ما قلت لكم مكونات سهلة وبسيطة وهتظهر تعملها في خمس دقايق لو ركزت في الفيديو وشاهدته لغاية الاخر. لان كل خطوة في الفيديو مهمة جدا علشان تنجح من اول مرة انك تعمل كشاف الشحن وبطريقة سهلة وبسيطة. هنجيب اول ديوت ونبدأ نلحمه في اول طرف من اطراف الرليه. وطبعا الرليه احنا حطينه باتجاه ولو عدلة علشان خاطر ما حدش اطلق بط زي ما انتشايفين كده ده عدلة الرليه. وهنجيب الديوت التاني ونلحمه في الطرف التاني من الرليه. طبعا الطرف الاولين اللي احنا لحمنا فيه الديوت ده اللي هو الطرف الان او. والطرف التاني اللي لحمنا فيه الديوت التاني دوت اللي هو الطرف الكويت. الطرف من اطراف الكويت. لبقى انا كده لحمت الديوت ودائما انت شايفين الديوت ده عدلة ولو اتجاه. وطبعا هبدأ ان انا نقرب الطرفين التانيين بتوع الديوت المواحد. الطرفين دول هخليهم يلمسوا بعض لان انا هلحمهم في بعض. زي ما تشايفين ده اول خطوة بنعملها مع بعض. بعد كده هوت هنبدأ نجيب الزير ونلحم الطرافين دول زي ما تشايف كده نلحم الطرافين التانين دول مع بعض نخليهم في نقطة واحدة لان دول هنوصل عليهم الكابل بتاع الكهرباء شاحن المبايل المجد. وزي ما تشايفين كده انا زي ما قلت لكم انا استخدمت شاحن خمسة فولت وهبدأ اجيب كده الطرافين بتاعه عندي طرف الابيض ده السالب والاحمر الموجب. هبدأ الحم الطرف الاحمر في المشترك بتاع الديوت. لما تشايفين كده المشترك الطرافين بتاع الديوت. الخطوة اللي بعد كده هجيب القاعدة بتاعت البطارية. وهبدأ الحم الطرف الموجب في الطرف اللي في النص في الرليا اللي هو الطرف اللي اسمه تمام? يبقى انا كده لحمت طرف البطارية في الطرف اللي في الوسط في الرليا. خلي بالكم من العدلة اللي انا ضابط بينها علشان الاستجاهات. للي ما عندهوش خبر. يبقى انا كده الطرف الموجب راح عند في الطرف اللي في النص اللي هو القم. تمام? يبقى انا عندي كده الطرف السالب لسه مش هلحمه دلوقتي. يبقى انا كده عندي طرف موجب لشحن الادوبتور وطرف آآ للبطارية الموجب وطرف السالب ما لحمتوشن. هجيب بقى كده الشريحة بتاعت لمبات الليد اللي انا هبدأ اركبها. وهاخد برضو الطرف الموجب بتاع شريحة اللمبة الليد وهبدأ اركبه فيه الطرف اللي هو آآ ان سي. ده الطرف الان سي في الرلي. وخلي بالكم برضو من العدلة بتاعته دي الناس اللي ما عندهاش خبرة. تمام? كده يبقى انا عندي فاضل الثالب بتاع الشاحن الادوبتور اللي هو ده الابيض ثالب بتاع الشاحن الادوبتور الخامسة بولت. وكمان عندي السالب بتاع اللمبة الليد اللي احنا عاملينها من شريح الليد. تمام? وكمان فاضل عندي كمان طرف تالت اللي هو طرف ايه? اللي هو طرف اعادة البطارية اللي هو طرف السالب بتاع اعادة البطارية. تمام? هنبدأ بقى كده ناخد الطلط اطرف دول مع بعض. ونخليهم مع بعض ونشخليهم طرف واحد. ونجيب الازدير كده ونقذر عليهم. عشان نخليهم يبقوا مسكين مع بعض. بقى كده الطلط اطراف دول هيبقوا بتاع الطرف واحد. ونبدأ نقص بالاصطافة كده ونبدأ ان ننحمهم فين? في الطرف الخامس في اللي هو طرف الكوية. لما انا كده لحمت خلاص الخمس اطراف بتاع الرلي كل طرف وصل السلك بتاعه في مكانه مزبوط. وزي ما انت شايفين كده الدايرة بسيطة جدا وسهلة وتعملت في خمس دقايق وما خدتش وقت خالص. وكده انا خلصت خلاص كشاف الشحن الطوارئ بتاعي وجاهز على التشغيل. طبعا انا عايز اقول لكم ان الموضوع سهل وبسيط جدا لو انت تتبع تتبع الخطوات اللي هي في شرح الفيديو وعملت الخطوات مزبوطة زي ما هي مشروحة كده قدامنا. تمام? عبارة عن ريلي والادوبتور واعدة البطارية وآآ اللمبات الليد. وهنبدأ بقى كده نجرب. اول حاجة هنبدأ نحط الشاحن موبايل في الكهرباء. وطبعا احنا هنحتاج البطارية فهنجيب بطارية علشان خاطر نبدأ نركبها علشان خاطر نبدأ نشغل عليها الكشاف. هنجيب بقى البطارية بتاعتنا اللي هي التلاتة وسبعة من عشرة وولد. ونبدأ نركبها كده هو. تمام? وزي ما تشايفين كده احنا خلاص مخصنة كده. وزي ما تشايفين كده الشاحن واصل في الكهربة هو. وطبعا القهربة اول ما ستفصل زي ما هافصل كده الكشاف اشتغل معايا زي ما تشايفين. هرجع كده الكهربة تيجي. الكشاف ه يفصل ويبدأ يشحن البطارية. الموضوع سهل وبسط جدا. تشوفو الفكادة الكشاف يشتغل هوا. اول ما شلت الكهربا. وطبعا شلت الكهربة زي قطعت الكهربا بالضبط. ويليه جعلني كفيد القخرى لأنا المشجد للشحن اذا فررأنا سأطاقت ان البطارية تشحن و شيئ милли scene بمعين أن وجsisنا من الجهاز التأثير يشحن البطارية لأنه أهم ما بشأن البطارية تشحن عندك هناك قهرباء حتىуть أن القتطع فن Blex للشحن aprendiz ito ان نضもの 220 HV لن Plaid لها Tinder الوقت كده هنقيس البطارية وهي في وضع الشحن هنبدأ كده نشوف بصوا خدوا بالكم ادي البطارية بتادي تعد معي تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة طبعا هي فيها تلاتة وتمانية من عشرة وسبعة وتمانية من عشر من مية فولت فتبدأ تعد معي ادي كده تمانين واحد اتنين تلاتة اربعة تبدأ تعد معي بالتدريج كده تصعدي ان هي كده بتشحن وبانتظام طبعا فيه ناس هتقول لي انت الله انت ملكي بشاحن خمسة فولت وبتشحن بطارية تلاتة وسبعة من عشر فولت طبعا كده الكهرباء هتخش على البطارية زيادة هقول له لا ما فيش كهرباء زيادة هتخش على البطارية ليه بقى لان انا حاطت هنا ديوت موحد سيليكون ديوت وموحد السيليكون ده هيقللي الكهرباء واحد فولت تمام البطارية عندي بتشحن لغاية اربعة واتنين من عشرة فولت اذا انا عندي هنا الكهرباء هتنزل لاربعة اا فولت زيادة ان فيه ديوت تاني بيشغل للريلي يبقى كده واستهلاك الرلي بيشتغل اثناء استهلاك الرلي بيسحب نص فولت من الادوبتور يبقى انا كده عندي الكهرباء هتبقى اربعة ونص فولت زيادة ان الديوت اللي انا مركبه اللي بقى يشحن البطارية بيقللي كمان واحد فولت فيبقى انا كده عندي بالضبط حوالي تلاتة ونص فولت لاربع فولت ويعتبر ده فولت مناسب جدا لشحن البطارية وشحنها كويس جدا وشحنها سريع وكمان ما يخليش البطارية تسخت زاد ان فيه ديوت ليمنع ان البطارية تفرغ شحن وكده البطارية تشحن شحن انتظامي وسريع تعالوا بقى نشوف ازاي عملنا اه شريحة اللمبة الليد ديت من شرايط شريط اللمبات الليد اللي بيبقى جوه اللمبة النيون زي ما انت شايفين دي الشرايط اللي هي بتبقى جوه اللمبة النيون الليد وانا عملت بها قبل كده تلات فيديوهات في القناة وقلت لكم ازاي تقسموا الشرايط ديت وازاي تستفيدوا منها النهاردة بقى هنعرف ازاي ان نطلع منها اه شرايح تلاتة فيولت زي ما تشايفين كده دي الشريحة الليد وطبعا الظهر بتاعها باغ مش انامونيا ونبدأ كده نقطع لمبتين لمبتين كل لمبتين بيشتغل على تلاتة فيولت كل كده لمبتين اتنين بيشتغل على تلاتة فيولت طبعا انت ممكن تستخدم اي لمبات ليد عندك تانية غير الشرايح يعني انت ممكن تستخدم لمبة ليد جاهزة تلاتة فيولت وممكن تعمل اه شريحة لمبات ولو عندك كشف ليد اديم اه في لمبات ليد تلاتة فيولت مثلا شريحة على بعضها ممكن تستخدمها مش شرط ان انت تستخدم شريح الليد الصغيرة ديت لكن انا بتكلم على ان الشرايح دي تعتبر اضاءتها قوية جدا وكمان رخيصة ومش هتكلفك كتير طبعا احنا منقطع كده الشرايح زي ما انتم شايفين كده هو وطبعا كل شريحة من دول تلاتة فيولت طبعا احنا منقطع كل الشرايح للمبات كده هو وبنبدأ كده كل لمبة بيبقى على طرفين بتوحها من الجانبين في اه بوهية كده بنقشرها بالمفاك من الليمينو من الشمال هاوريكم دلوقتي كده هو زي ما احنا بنعمل كده هتبصوا كده على شريحة هتلاقوا فيه اه النحاسة اللي هي بتاعة لحام الموجب والسالب طبعا كل لمبة من اللمبات دي لها اتجاه موجب والاتجاه سالب وانت لما بتيجي تعمل الشرايح دي لازم تتضبط الاتجاه السالب كله مع بعض والاتجاه الموجب كله مع بعض وطبعا اه بتوصلهم كلهم توازي زي ما احنا عاملينهم كده خدوا بالكم بقى كده انا شلت الكهرباء خلاص كا ان الكهرباء قطعت الكشاف اشتغل معي اهوت والبطارية كانت بتشحن في الفترة ديت ودائما تشايفين كده قوي جدا جدا وضغطه قوية جدا وطبع تعمل الفكرة دي وتركبها في اي قلبة عندك او تركبها في لمبة صغيرة اه وتشغل اللمبة عن طريق الادوبتور او ممكن كمان تفك الادوبتور وتاخد البوردة بتاعته الصغيرة اللي جواه وتحطها جوا قلب اللمبة زي ما احنا عملنا قبل كده في فيديو من الفيديوهات بتاعتنا وتركب الشرايح الليد ديات وتخلي اللمبة تشتغل لما الكهرباء تقطعه اه على الطيار من الكهرباء المئتين وعشرين على طول زي ما تشايفين كده اضاءة قوية جدا 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 وطبعا النوع ده من اللمبات بتحمل لغاية اربعة فولت وبيستحمل الكهرباء لما تكون اكتر من ثلاثة فولت وانا رسمت لكم مخطط الدايرة وكنت حابب اقول لكم ان مخطط الدايرة كله من تصميمي ومن اعدادي انا ومش منقول ولا مختاخد من اي موقع من المواقع بتاعت الانترنت تصميم الدايرة تم عمله بناء على طلب من طلبات احد اعضاء قناتنا قنات كونجار الالكترونية اتمنى ان الدارة تكون مفيدة وسفيد بينها اكبر عدد من اعضاء القناة ولو حد عنده اي استفسار او اي طلب يكتبلي في التعليقات وانا برد عليه واتمنى انك انت لو ما شاركتش في القناة شارك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة تحياتي للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته